السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم احلى اخوات ومتابعين في الدنيا. آآ بتمنى بازن الله ان انتوا لو عجبكم الفيديو بتاعي تعملولي اللايك وسبسكرايب للقناة عشان يوصلك مني كل الاشعارات. يلا بينا نصالع الحبيب صلى الله عليه وسلم ونشاف مع بعض هنبدأ وصوتنا ازاي? طبعا اول حاجة بجيب البطاطا بقشرها زي ما انتم شايفين كده. آآ بعد ما بقشرها بقى معي وتنضف ودفق بتلمع بالشكل ده كده. هبدأ ان انا اعمل لها آآ اقطعها معي بخليها كلها نفس نفس الشريحة. بقطعها معي شريح بالشكل ده. وبخليها كلها نفس سمك الشريحة. بعد كده بجيب كوبية من الحليب وبنزل عليها على طول بكوبية الحليب دي. انت بقى حابة اضيفي سكر دلوقتي اوكي مش حابة ما فيش اي مشكلة. انا ما ضفتش سكر لها اكتفيت بان البطاطا بتاعتي محلية. هضف لها بس مكعب من الزبدة. واحطها معي على النار على آآ على نار عالية ما فيش اي مشكلة بس تغذي بالك منها عشان ما تشطش منك. آآ لان البطاطا من الحاجات اللي بتستويه بسرعة جدا. آآ برضو هبدأ ان انا احطها معي على النار وهاغطي عليها لحد ما تستوي. ولما عبل هي بقى ما تستوي معي بالشكل ده كده. هجيب عندي آآ ممكن تجيبي بقى بايركس فاضي مسلا. آآ ممكن تجيبي برام زي كده. انا عندي البرام ده كنت باستخدمه من زمان بصراحة. آآ هو معي ناشف جدا وغسلته برضو وناشف معي كويس جدا. هبدأ بقى ان انا اجيب كده ايه? حتة زبدة. وابدأ ان انا امشيها في البرام. عايز اقول لك حتة الزبدة دي بتفرق جدا في الطعم بتخليت عموة جميل جدا. بتديله نكهة مميزة كده بحاجة خاصة. لو انت ما عندكش زبدة ممكن تستخدمي سامنة بلدي بتبقى معيك يعني احلم من من الزبدة كمان. انا بصراحة ما كانش عندي سامنة بلدي فاستخدمت الزبدة. بعد كده بقى بجيب معي البطاطا مسكتها هرستها بعد ما اتعملت معي وبدأت ان انا احطها بالشكل ده كده. اه بعد كده ببدأ ان انا يعني اقلبها كده معي او ان انا افردها كده معي. اه بصوا حاولوا على قد ما تقدروا يعني لو انت عندك اي مكسرات ممكن تحطيها جواها وانت لسه ما عملتها. تقدري برضو تحطيها بين الطبقتين بين الطبقة دي والطبقة التانية. بفردها بقى معي كده كويس جدا وبعد ما بفردها بجيب بقى معي الطبقة التانية عشان نعملها. تعال نشوف بقى هنعملها ازاي? سمي بس الاول بسم الله كده بنجيب معي حوالي اه شوفي بقى انت عايزة تحط تعملي قد ايه? انا جبت حوالي كيلو كده من اللبن او لتر من اللبن. وبدأت ان انا احط عليه سكر شايفين طبعا اللبن عامل ازاي? بصراحة ما كانش عندي حليب. جبت حوالي لتر مية وحطيت عليه معلقتين كبار جدا من اللبن البودر. بدأت ان انا اضفه له. اه عشان يطلع معي بالشكل ده. اه بعد كده بعد ما عملته حطيت عليه شوية سكر. حطي سكر على حسب يعني على حسب الرغبة على حسب انت ما تحبيه. بديله طبعا تقليبة معي كويسة جدا. بحيث ان انا ادوب السكر مع الحليب مع كل حاجة. بعد كده بجيب معي بولة بقى فاضية فيها حوالي نص كباية من المية. ببدأ ان انا انزل بالزبط كل اللي انا احتاجت له. احتاجته في على لتر اللبن تقريبا تلات معالق كبار من من النشا. هحط بقى دلوقتي النشا اهو. آآ عندي النشا تلات معالق كبار. ادي بقى كده وسمي بسم الله الرحمن الرحيم. اول واحدة. تانية التالتة بقى خلاص. وبعد كده هقلبهم معي كويس جدا. خلاص كده هم تلاتة بس وهبدأ ان انا اقلبهم بقى معي. بصي بقى انت وانت بتقلبيه هتاخذ بالك. لو لقيت القوع بتاعك لسه جامد شوية معناه كده ان هو لسه ما فكش منك. لو لقيت يعني يقرب كل ما بيكون فكك معاكي كل ما كل ما بيكون افضل بكتير عشان ما يكلك عشو منك بيبان برضو في المعلقة. بصي المعلقة لو فكت معاكي يبقى كده خلاص اتقلب. لكن لو المعلقة ما دابتش منك يبقى كده لسه. بعد كده بقى اهو بجيبه كده على الحليب بتاعي الحليب خلاص بدأ ان هو يسخن جامد على النار هنزل بيه كده. وتقلبي بقى بايدك كويس جدا. خلي بالك بقى لان النشا ممكن تزبط يعني في في الاعر عندك او او تزبط في القوع بتاعك وتلاقيها بعد كده ايه جمدت من تحت وفكة من فوق لا احنا مش عايزين كده احنا عايزينها تبقى كلها قوام واحد لو لقتيها خفيفة معاكي على حسب نسبة الحليب طبعا. لو لقتيها خفيفة معاكي تبدأ تضيفي معلقة كمان من النشا وتشوفيها كويسة تمام مش كويسة اه تحطي تانية ما فيش اي مشكلة بس تسيبها تغلي الاول وانت هتلاقي القوام بتاعك هتشوفيه بقى مزبوط معاكي ولا لأ? اهو كده شايفين النشا بقى وصلت معايا لحد فين? بعد كده بقى اول ما بلاقي النشا بقت كويسة معايا بوضيف عليها شوية كده من الفانيليا ده الفانيليا دي مركزة ما فيهاش سكر خالص دي بتجيبيها كلها على بعضها بتطلع تقريبا اربعة جنيه او خمسة جنيه آآ بتجيبيها من عند العطار مسلا تقول له عايزة فانيليا مركزة بصي البتاعة دي تقريبا خمسة جنيه او اربعة جنيه بس بتقعد معايا يعني وقت طويل عايزة اقول لكو على الرش اللي انا رشتها دي الريحة بقت فضيعة كأنك بتاكلي اه مش مهلبية اه ريحة الفانيليا فيها بقت حلوة قوي بصراحة بصي بقى القوام كده بدأ يبقى عامل معايا ازاي بمجرد ما هتغلي هبدأ ان انا برضو هخليها ايه بقى اخد بالي منها اكتر بجيب بقى عندي كده ايه اهي هستنى عليها اول ما هتغلي هروح طفي على طول على النار القوام ببدأ ايه تقل معايا واحدة واحدة بنزل تاني بقى على البران بتاعي بقلب كده كل شايفين القوام بقلب كل الكمية اللي انا محتاجاها حابة تزودي مفيش مشكلة تقليلي انت بقى براحتك حاولي بس كده تزبطيها لو انت حابة ان انت تحط لها سكر بودر ما فيش اي مشكلة انا بحب يحط العسل العسل بيبقى آآ ما بيعليش سكر الدم قوي وفي نفس الوقت بيديني برضو لون آآ وفي نفس الوقت حاجة موجودة عندي في البيت ويعني بدل ما استخدم سكر بقى وحاجات من دير فانا شايفة ان العسل احسن وبيجي بنتيجة بصراحة جميلة جدا وهتشوفوها دلوقتي قدامكم هوزع بقى العسل كده معي كويس جدا انا بحاول بس ان انا اوزع العسل لو تلاحظوا هي لسه سخنة فما مساكتش معي فبحاول اعمل طبقة كده من العسل عشان تمسك معي تدي معي لون من غير ما حط لها بقى سكر كتير ولا اعمل لها سوز كراميل ولا حاجات من دير لو انت مش حابة ان انت تديها اللون ده ممكن تحطها في الفليزر بس انا حابة ان انا حطها في التلاجة طبعا بنتي قاعدة جنبي عايز اقول لكم عمالها تغلس علي بصي بقى شكلها عامل ازاي دول بقى شوية اللي فاضوا كده عملت لهم آآ آآ طبقين كده الطبق ليبني وطبق ليبنتي بحيث ان هما ايه يعني يتسلوا جنب الاكلة الحلوة دي آآ لو انت حابة تحطي عليها فانيليا وآآ وحاجات حطي آآ لو انت حابة تحطي عليها مكسرت ما فيش مشكلة لكن هو مش حابة خلاص براحتك بصي بقى الشكل كده عامل ازاي اما بتيجي تاخدي كده المعلقة بتاعتك تلاقي ايه طبقة الكريمة حلوة قوي آآ معاكي طبقة كمان من البطاطا بتمنى بقى في عجبكم بقى ما تنسونيش في الكومنتات واللايك والشير وسبسكرايب عشان يوصلك منيو كل جديد وتفعيل الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته